لازم هيجي منها ان شاء الله ما اسألها في الفايدل. احنا مقصود الوقت هاني بتريد احطيه الشابطة اللي هو عنده في كتاب شابطة تمانية. شابطة تمانية ده في اكثر في الحالة. هو بيتكلم سبعة عامة عن تقصير هامات الخوازين او الوضايا الكائنة. الهمة بتاعت الخوازين هو العقص والمسؤول عن نقل حمل العبود للخوازين. انت مقصود دالس او انت رايب للأحمال ان حمل العبود مسلا بيتنقى. وانت عليك زكس بالكيوء اللي هو بالخوازين. طبعت مسلا ستين طرم. يبقى انت مش هيفعت حتكون العبود تعمل خذور واحد. يبقى انت محتاج مجموعة الخوازين تشابط بعضها. يعني مسلا متين على ستة على ستين فيها كام تلاتة او بس يعني اول اربع خوازين بالتقريب. يبقى انت محتاج اربع خوازين يتجمعوا مع بعض. ويبقى فيه عنصر هو اللي يديل الحمي من العبود للخوازين دي. نتيجة طبعا لطبيل الاحمال دي هيتقى فيه محتاج تسليح ومحتاج ابعاد معينة يبقى انت مطالب تعمل تسليح وتعمل الشبكات والكلام. وانا مطالب مني للوقتي ان انا عمل تصميم للباي الكاف اللي هو العنصر اللي هيقى تحمل العبود الخوازين. طيب. ايه هي انواع المسائل اللي عند دي? كل سنة دكتوري يجيب نوع من المسائل دي. اول حاجة اللي هو لو انت عندك حمل العبود حملت نورمال بس. يعني اصد العبود حمله بتاني حاجة ان فيه مومن. يعني مسلا انت بتصميم الزجل بتاع الفدين فهيبقى فيه عزوم هيبقى متكون عنه. مسلا. تاني ثالث حاجة العزوم بسبب ودي لما جات قبل كده كان الدكتور عامل ضغط بالمنزل ده كده. فلو انت جي عملت خوازيك مسلا تروع اضوع خوازيك هتلاقي فيه ما بين زيشي الخوازيك وزيشي العمود. الحمل العمود ده بنفسه لون. يعني ما مش ممكن الحمل العمود. بس هيتامل عزوك في سبب وجود. دي موضوع لها بقيب تعامل مختلف. بعد كده طبعا لو انت عندك بقى عمود جر صريح. وعندك عمود تاني. انك تضربت ما بينهم بايه? بس. شبه الايدوليتك بالزبط. بس بدل ما نتاكز على الصيح منتاكز على مجموعة من الخوازيك. تمام? اخذ حاجة اللي هو عملك عمودين. وتضبطه مع بعض القاعدة واحدة. وبدو بتبقى تحت الخوازيك. ده الدزاين اللي عندي. فلس. والتاني. لو قدرتوا تطوصوا الخوازيك بحس انها مفيش كباشر. طب لو ما عرفتش. ايه مش كونه ماذا هاتف? تمام? طب هو وفكام ده يعني وفكام ده زي ده الكامل. وده العمود. ساهم العكسة. تمام? كل سنة الدكتور بيجيب نوع من انواع دي. وساعات لو بيبقى فيه مومنت بيبقى فيه مومنت وده فسكشن. وان شاء الله ده فسكشن وده فسكشن. احنا ان شاء الله واحدة نسبش. وما عدتش اتخطى نجد. اتعلم. احنا اتخطى نجد. افل 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 افل. افل 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 اف سيلا. عنشرح من خلال بي ساني يا شباب. كيف معي بقى? الدكتور جايب لعمود حينه متين خمسة وعشرين طن. والابعاد بتاع العمود. الابعين تمانين. والباية الكباس في خمسة واتمعين طن. وفقة الكذوب خمسين صن. دي اقل حقا. او دي لازم المعنوات اللي تدقى عندك. علشان بتاعمل تصميم لباية الكافة. ممكن الدكتور ما يجب لك شابعاد العمود. وانت المفروض ده الساعة السنة اللي فانت تحسبها ازاي? اللي هي المعادلة التقريبية بتاعت ان القضي القلم يساوي حامل العمود. بعدش عسكالات عشان يتخول الكيلو بضاهم. مقصوم على تقريبة خمسة وسبعين. والمساحة دي هتطلع بالسنتيمسل مضبع وتحولها بعد كده تطول فعال. تمام? ممكن ما يجب لكش ده بس الدكتور مش جاوي الموضوع بس. يعني ممكن ما يجب لكش الكيوة الاول ويلبطها لك بمسألة مسألة ديزاين اللي هي جات اقصى حمله بس دايما الدكتور ما بيحبش الموضوع ده عشان لو الحمل طلع مثلا جير اللي ات او جير اللي الدكتور عمله يتقى موضة الامسة هيبقى فيه اكثر موضة الامسة. من اصلي? يعني الدكتور بيبقى مسلا مبدئيا كده عامل ان بيخذوه حمله كزا. عشان هو وعادة ان الخطأ اتباع 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 او خمسة او ستة. فبيبقى عامل على اقل شكل بتوقع ندايك فدود قد ايه الشكل العام من الكلام. تمام? طيب. عشان تبقيت اعمل تصريب. هم تقريبا تمام اتصح الوارد تقصد جدا. بس لازم تفهمهم كويس او. كان لبالك ان المومت والنونمل اللي هي ان شاء الله السكشن الجاي. هيبقى فيه اختلافات عن ده. فكلام ده مش هنرجع نقوله بالتفصيل تاين. فانا عاوزة في النهاردة تفهم الاسيات احنا بنعمل ايه غزة? وبنعمل ايه كده? عشان لما اجا قلت احنا هنغيض كزا وكزا وكزا في ساب العزب. هقولك بس بتاكين. مش هقولك كل حاجة. تمام? اول حاجة انك تجيب عدد الخوازين التقديم. عدد الخوازين التقديم هيجي من المعادلة ان ان هيساوي قلم. ما تزوب على الو. والمفروض تطلب هنا في ايه? ايه ده اللي هي كفاقة مجموعة للخوازين. تمام? يعني انت المفروض عندك متين خمسة وعشرين طبعا وتضغف واحد واحد من عشرة. متين خمسة وعشرين وتضغف واحد واحد من عشرة وتقسم على خمسة واربعين وتضغف بعد كده فيها شبابك. ايه? ايه ده اللي هي الكفاءة? بس احنا في مسائل كمسألة دايما بنعتبر ان الكفاءة بواية. كمسألة باية كمسألة بقى صديحة مش مسألة بنعتبر ان الكفاءة بواية. لانها مش تفصلة معك في حاجة. يعني هي فكرة عدد الخوازين. انما كطريق تقليل مش هتفل معك. عدد الخوازين هنا هيطلع خمسة ونص طبعا هيتقضى بمكامل ستة. كلمة لك ان فيه لص دايما تدص عدد زوجي. اللي هو دايما بتبقى مستطيل. وفيه لصة تبقى ستابل او زجزاج اللي هي بتبقى العدد الفتر. النهاردة هنشح مساء على عدد زوجي. وان شاء الله سكشن الجاية هيبقى عدد فتر. واحنا كده لامنا الاتنين ان شاء الله. طيب. طبعا اقل العدد من الخوازين? اتنين. ما يدفعش عدد الخوازين ويفقى واحد. يعني ما يدفعش حتى لو ما عموتش شامعة يبقى. لان كده ما فيش اي طيب. تاني الخطوة انك تعمل خطوة انك تعمل لص للخوازين. عشان تعمل لص للخوازين لازم تبقى عادل. ان المسافة من الخوازين بتسميها اس و Mmmm ناخدها من اتنين لتلاتاتة كتصه الخازوب فقط. بين صلب الخوازين من اتنين لتلاتة كتصة الخزوج. يعني انا في entertaining عندي الخوازين باني عندي ج rempl corne يعني انا عدد الخوازين youtuberي واحد اتنين والتلاتة اردد اخلاء خمسة وه CG. و المسافة دها تبقى كاملة. من اتنين لتلاتة بدخزوات الخزوج. الخزوج عندي جلم خمسين سنتي. وانا اخبت اتنين ونص. متر ونص نص. انا خدتها اتنين ونص اللي هي واحد. لأ. خدوه كتو ستين صد. فانا خدتها اتنين ونص اللي هي واحد ونص نت. فاللي بالك في حاجة مهمة قول. لما يكون فيه عزوم استقدم لما يكون فيه عزوم بسبب الاحمال الخليجية استقدم لما ليه? لانك لما بتزود هتزود ايه يا شباب? الانرشة بتاع فهي القوم العزوم. بدل ما يطلع معاك الانرشة او يعني معنا صح الحملة على خلال دي خمصيف. فطول تزودها تاني. يبقى اقصى حاجة حول تزود لما يكون فيه عزوم نتجة من الاحمال الخليجية. مش عزوم من قصد شباب. والكلام ده يعني احنا هدوم ان شاء الله بالمسألة المسافة دي واحد بنص نتجة. بعد كده لازم تقفل حدود البيل كاب. عشان تقفل حدود البيل كاب. بتزدس من خط كده يمضل بالكسلطة للخوزين. والخط ده تعمل من مقدار فا. تمام? الخط ده تعمل من مقدار فا من منزل ذكا. يعني النصف فا من برر فاوزين. ماشي. هنا فا. انا بعمل الكلام ده لاني محتاج اجيب ابعاد البيل كاب. ولما نيجي ان شاء الله نكمل بعيد السكشن. هنقصل بالكلام ده بسكين. يعني الابعاد دي هتفتسم بسكين لانه هنجيب ابعاد من اللاس. تمام? ودي اصد طالية على فترة نتنزمها بسكين. او لما ازود المسافة بين البيل. مش هيخصى الظبور. اول حاجة هو بطو الخوزين حاجة لإيه لجيب? نعم مشهور. التربة. كلامك دي حاجة مهمة قوي. مش هونسة تسأل بحاجة تانية. او السؤالها كده فعلا حاجة منطقية جيدة. مش هونسة تقولي ان الخوزين. لو تبعدت المسافة منها. ده هيسمح ان يحصل كده. طبعا مش بالمقدار المهول قوي ده بس. تتعلمين قصدك? او اللبشة ما بين الخوزين هتبتدي تنزل على الطربة. فهتأصل بيجادات على الطربة. انا نفسي في شغل يحصل الكلام. عشان الطربة تشيل لو حتى واحد في المية من احمال. نعم? ودي بنسميها بقى يعني اه بتشتجل كشغل اه وكمان شجل على خوزين. يعني يحصل مشاركة مع بين الطربة والخوزين في الشيء اللي حمالة ده وقصية. وعشان الكلام هيحصل لازم يكون لها علاقة بقى مع سمك ده علشان نشوفها يحصل طرفين حد ايه والكلام. تمام? بس بالنسبة لها بشونكسة انشف بتاع المية دي حاجة قوية جيدة. تمام? فالصوية اولا ما هتربك لو اي حاجة يعني لو هو قليلة. والطربة هبطت حاجة بسيطة هتلاقي الاحماج اتناء واشطن العنصر اقوى انه هو الخوزين. تمام? لو بقى المسافة كبيرة قوي في بعض الاحيان زي مسلا لما يكون بقاهم الابلف بعمل زت الفاي وعشر الفاي وحاجات كده كبيرة. ففي الحالة دي بقى ممكن يحصل طرفين على الطرفة يبقى ممكن الطرفة تشيل. ويا ريك تشيل معك. يعني ممكن اقول ان تقويسك ما بينها تسولي على طريقة. لا ما بتقوليكش حاجة. هي اللي اعزة بتزيح بتسعمل كونتاكت مع الصيف يحصل بتلنائز باليجهدات. بس. اه قدر. لازم تقلب لأ قدر واحد. طيب كلام المشاندس حاجة الناس كيف يعملوه. الزصة الزوجي اسهل بالفرد. بيقول لك اربعة ونص يا عم يخليها ست. لا. خليها ستة دي لما تيجي تشتغل برض. انما هنا بتقلب لأ قدر واحد بس. هلعف الارقام وخلاتي بقى خمسة وواحد. نعم. هلعف الارقام ووصلها لخمسة وواحد. هلعف الارقام ازاي? وعشان كده الدكتور بيعسم لك الايدة في واحد. وهو الدكتور بيخليل لك الايدة واحد عشان سواد عيونك يعني. عشان ما حدش ولا سبعة عم عشرة طبين وسبعين عشان يزبط لي الارقام. لا طب. انما حمل العفون سابت واحد واحد سابت. طيب. بعد كده تأكيدوا معي. هتشوف في الخوزيه. عشان الخوزيه داي اللي هو سنتر ايه يا شباب. طبعا ادرس الزوجيه ما فيهاش مش كده. طب لو انت بقى عندك مسلا عدد الخوزيه تلاتة. ايش عدد فرد او في الجالب العدد الفرد من المستجر. اللي هو زجزال. لو عندك الخوزيه عددها تلاتة. المسابة دي اللي هي اسمها ايه يا شباب? اس. هتيجي في سنتر المسافة اس وهتطلع مسافة لقصية سبعة وكمان من مية اس. ليه سبعة وكمان من مية اس? عشان المسافة مية اس تبقى? نس. اللي هو المساولة ستين والكلام ده على خمسة وارفة معناتش المساولة ستين. خمسة وارفة عين. خمسة وارفعين عزيرتين. الرفق تلاتين واللي هدا ستين? لا الفق تلاتين. عشان يبقى المقابلة مش في الوطف. عشان تعمل حدود الباير كام هتصل قط يوصل ما بدا للتواند كده والخط ده هتعمل القصد بزاوية كام. بس ما ينفعش يتكون زاوية حدة في الباير كام. لان الزاوية الحدة دي هتلاقيها جاية مقصودة قوي وهتتكسد اكيد. احنا بنعمل لها حاجة زي شنفة كده بنعمل لها نصد كده بحيس ان الخط ده الاموازي الخط ده. والمسابة دي بتبقى فاق. الخط ده زي هتقسمه بمصلى صالحة. الخط ده هتنديله هنا وبعدين تعامل لها قصد بزاوية او بكل الفاق. تمام? وكزا الخطين دول هيبقوا موزين لدول. وده كده هيبقى اموازي للس. ده نفس الكلام حتى لو خمسة برضو? اي زاوية حتى بتعمل لها عشان فضل. لو كمسة بقى? ايه كمسة? بقى تلاتة. دول تلاتة بايز. لو كمسة بقى نفس الكلام برس انا. طيب. فين بقى السلطة يا شباب? السلطة يا شباب. سلطة يا شباب. طبعا هتقول لدي ده في ثلاث فيلت والتلتين. تمام اك صح? بس انا عاود ادي لك القاعدة الرئاسية اللي تحسب بها. ازاي? انت بتفسد اول حاجة بتشوف فين الخنوط التماسك. هل تخطب تماثب في اتجاه اكس او واي? اطمع. وعالمين كده وعالمين كده. يبقى السي جي هيطع? عالقص ده. تمام? مكان فين بقى قول من السي جي على بعد مسافة واي من احد الدي. وخلي الدي تم يمضي دايما برحد الخوازيج. تمام? يبقى انت بتاع الخوازيج اللي هو هيبقى سي جي العمود بعد كده. على بعد واي مسافة من الديتر اللي هو يبقى بالخوازيج. فيه كان خزوق بعيدة على الديتر. خزوق واحد. مسافته قد ايه? سبعة وكاملين من مية. عدد الخوازيج الكلية كان تلاتة. طب ما هي التلت والتلتين يا مش مهندس. كلامك صح? بس لو انت بقى عندك مسألة زي اللي جات في الاسون وحداشر وفلسون وتمانية جات رحدة زيها بلو. ده الربع والربع ايه. كده يعني هنا كمان صفر. والدكتور جايب العمود حمله هنا. وكل من المخطوب ده السؤال. كان ده سؤال المخطوب اللي فيه. احسن الحملة على الخوازيج. اول واحد قال لك الحملة على الخوازيج. ده انا عندي عشرين خزوق وعندي الحملة جزائي من الحملة على عدد من خلقه في الخوازيج. لا معا. احسن شواء احسن خدر. احسن مش هيبه المربوز لحد الوقت. انه احسن واحداشر. طيب. طيب. الفكرة كلها انه احسن هيبقى فيه. طبعا ان احسن والله مستوى الزراجة. ما فيش فيه في التجاب. فانت اول فقط جيد خوازيج. افرض انها على بعد. افرض ان على بعد مسافة من اي دين. وقال لدي طب ده يمضل اصبر عدد الخوازيج. هنا فيه كم خزوق? هدي واحد اتنين تلاتة اتبع خمسة ستة سبع مسا. يبقى سبع خوازيج في مسافة كزا. خالد اتنين خزوق في مسافة كزا. خالد اتنين خزوق. على عدد اتنين. طبعا معي انا هعلي السعارة طبعا. من هنا هتجيب المسافة الاسماء اي? وتجيب المكان العبور. ومن هنا طبعا تجيب المسافة الاسماء اي اتبعا. لما انت لو عدد اتجيب اي منفوع الجوازيج. لازم طبعا على مكرو تمام. لو ما فيش محاول تماثل يبقى هتنسس بالسجيل مسافة اكس او اي على حسب انت عدد اتجيب اكس او تمام? طيب لو عندك عدد الجوازيج خمسة. خمسة هيبقى تلاتة في اتنين. تمام? هنا المسافة اس. واعطيتنا عملي النص سبعة وتمانين اس. وسبعة وتمانين اس. وهتقوم جايب المسافة له كده او الخط اللي بيمضل عملي الخوازيج. وهتعمل له افسك. المنصة ده جد. الزابية دي زابية حتى ولا متفادقة? حتى متفادقة حتى مشكلة. انما جي لها تتقصد بحيس انها تبقى موازية اللي لدي. وديها تتقصد بحيس انها تبقى موازية لدي. يا مشكلة يا شباب. طيب. هي واحد قال لي طابلين تلاتة خوازيج ما يبقوش كده. يعني نلاشة. كده بس. والعمود هد. طبق. عشان نرشي. لان ما ينفع عشان ده. مدام الخوازيج قليل ده هلا بعدة صنائية هتفكر. اهد. والعمود هد. مشوش كده. والمسطس اللي بتسوي في الانتجاه ده تتحمل على الغيب. تتكلم الموضوع ده. انما مدام عدد الخوازيج اقل من ستة خوازيج. او سبع خوازيج يعني ما اقل من ستة. ما ينفعش تحط الخدوط تحت العضوط وبشار. لان ده معناه انها بنسبة كبيرة جدا هيقدر تحويشيج حملة اكبر من بقى الخوازيج. يبقى تحل ده ما ينفعش اللي بتعمل. بقى تحل او افتضل الشكل ده. طب لو عدد الخوازيج بقى سبعة يا شباب. عدد الخوازيج سبعة ممكن تعمله اربعة او سلاتة. تمام? وممكن تعمل من للاتنين دول هنا. يعني بقى الشكل اللي احنا بنسميه الشكل اللي هو بقى خالية النح. طب كده بقى الخوازيج زان عم ستة مفيش مشكلة ان يبقى في خزوق تحت العمود مباشرة. تمام? ده لو نحن بقى وزيق عجزات عم ستة. تمام? دي اقتل للصات الشغيرة. طب لو عندك بقى نسعة خوازيج. عاوز تخليها خمسة فالبعة مفيش مشكلة. عاوز تخليها تلاتة بخلاتة يعني ايه? دويل? مفيش مشكلة. عندك عشر. هتبقى خمسة في اتنين. عندك خزاجة ستة في خمسة من قصدي. ماشي? وعلى فكرة اي لص عاوز تعملها وتتعمل معها مفيش مشكلة. يعني لو فيه واحد عاوز يعمل. الحجاشة المسألة. كده. جي ممكن تنفذها برد. انما هنا عشان تتعامل مع المسألة هبقى صعب. السي جي هتضبع تكسره تاني لانه مش مش هيتقادي المتعاول على الشكل الجديد تات والكلام. انما في فصوص الموضوع ممكن تعمل اي لصة بالنسبة لي. تمام? فيها مشكلة يا شباب. طيب. طب انا لو عاوز اجيب السي جي هنا يا شباب. هجيب السي جي ازاي? في محفل تماثل? اه في محفل تماثل. وهو المحفل ده. يبقى السي جي على بعد المسألة هواي من المسألة اللي فقت ده مسألة. فيه كم عموز او فيه كم تسوبرين عن الليطر? اتنين. مسافتهم? سابعة جميع. على عدد الخوازير الكلية كمس. تمام? يبقى هي دي المسألة اللي اسمها واحدة. مشكلة. تمام يا شباب? طلصنا او طلصنا نسقطه في بعد ما تعمل قد انت جيب انت لازم تجيب ابعاد الباية لكان فقى العامة. لو هو كان شكل ثلاثي او بالمنصر ده كده هتديه كيس الابعاد. لو هو شكل مدفع زيادات قدر تقسمها بسوط. يعني المسألة دي واحد ونص المسألة دي واحد ونص وهنا فاي وهنا فاي اللي هي ستة من عشرة ستة من عشرة هتلاقي المسألة دي اطبعها عشرين. والمسألة دي هتلاقيها تلين سامعين. تمام? لاني هحسب الاديا دلوقتي بعد الشرطة. وقت تتعلم حتى دلوقتي? الغطوة التالتة هي هتغلق سيك نس. والباية التام. السمك التقليمي للباية التام. عشان تحسب السمك التقليمي للباية الكاف هيجي من معدة البنش. معدة البنش كانت بتقول لك ايه? لو انا عندي عموض بالمنظر ده كده ابعاده اتبعين. في تمانين البنش هيحصل على مستوى ايه يا شباب? ايه يا شباب? مش بلا كده البنش? على بعد دي على اتنين من وش العقل. فالمفروض البعض ده هيبقى تمانين زائد دي. والبعض ده اتبعين زائد دي. البنش بيحصل على المساحة الجانبية اللي هي. اللي هو المقيد السمك اللي اسمه ابديد. دي. فالمفروض ان البتاوي بانش هيساوي حمل العمود مقسومة على المساحة اللي هي الطور زائد العرض في الدمس. والمفروض البتاوي يا شباب تتساوي اللي اتنزع عن كام? عن عشرة. ده مفروض قانون البنش البسط. بس القانون ده فيه مشكلتين. اول مشكلة صوية لو كنت تتعامل معها انها معادلة تربعية. يعني انت لو جبت كل الابعاد هيبها معادلة تربعية. بس المشكلة الاكبر ان الدمس ده هيطلع بنسبة كبيضة انصيف. فحاجات تانية يمتين. تمام? طب ايه الحل? قالك الحل ان احنا نحاول نسهل القانون شوية وكمان نخليه يعني ادي صم اكبر. من قصد يا شباب? ازاي? هتصل ان المنش هيفصل على المستوى ده. على العبود ذات نفسي. وفي المقابل للكمية ده هتبقى تمانية مش عشرة. تمام? يعني القانون الكي دي بتاع هيب اعبالة عن? اربعان زائد تمانين بس. البعيز. زائد دي لقصد ايه? تمانين. في دي. وتساوي الكلام ده بكام بقى? تمانين. يبقى ايه? بيتين خمسة وعشرين. طبعا هتحاول لكيلو بلاب لان الكلام دي في كيلو بلاب ع السمت المدربة. خمسة بيتين خمسة وعشرين فعشرة وستلانية. مكسومة على اتنين? كتبعين زائد تمانين. بالتس اللي انت عاجز تجيبه. الكلام ده هتساويه بكام بتمانية. المعطة دي? ايه. ايه. انا عكاسك. انا جاءت صح بس عكست في الاطراب. هي المفروضة القيمة? تمانين. ولما انت تعمل بالقانون ده? بعشرة. تبكيزه معي. انا قللت المعاملات وقلازم. ادفع القيمة مش هقللني. يعني القيمة دي هو هتاقل على كده? القيمة دي المفروض القانون الاصلي كميتها كم يا شباب? تمانين. تمانين. بس انا عشان وقت قموة تقليبة يهليها بعشرة. انا اللي قدرت من هنا. من هنا هيطلع النفس معي لاربعة وكسعين صنطر. او تلاتة تسعين وكاس. تلاتة تسعين وكاس القبر المفروض دي ما من كم يا شباب. هوا من خمسة العشرة او من سبعة العشرة. شايفزي بس لاتة. تمام? فانا خدت او خدت ستة سنطر فبقى بكام يا شباب بمية سنطر. انا مش كده. واضح كامل ابن الوقتي. طيب. بعد كده دي خطوة التالي. ديها مشكلة? والتاني. اه انا فاهم اصدق. بشوانت بيقول لو عاد لي مسلا سبعة كوازية بشوان. المفروض وانت بتعوض ومعدة البانش اتضم حملنا القلب. الكذوف. يعني البيت انا ناقص البيت اقلبه للكذوف. طلب لما تدرتاش انت كده تصيك. دي اتجاب وقال لك اصلا انا انا اتبجيها تسايف معك ما باقي كله. الخبر تندك. كده بقى معايا. دي جاد القوة الفعلية اللي عالكوازين. اللي تشك عالكوز في الباية. المفروض القوة اللي عالكوزو الواجد يا شباب. اتفو باية. ده هيسامي ايه? حمل العموز زائد بتاع الباية الكامل مقصوم على الكون متاع الباية الكامل متقدر تكسبه دلوقتي. عبارة عن ايه بقى? الفعة عشرين في اتنين سبعين في واحد في اتنين ونصف. الفعة عشرين في اتنين سبعين في السلط واحد في القيمة الجامعة بتاعت الدينفرس اللي هي اتنين ونصف. نعم. اه. قلتك لما مساحة جيد منتظم. هنقول لها الجاي دي اول حاجة. هجيب دي لها تتقسمها بقى. وانتو اشاطرتك. يعني انت ممكن تقسمها ازاي لو مساحة زي دي. ممكن تحسن بها نظلص وتطلح تلت. تطلح تلاتة. دي اسأل حاجة. طب لو عندك شكل خماسي. لا. نمشن هو من حالة السلط. تمام? وحتى دي ممكن تنفع نمشن هو من حالة. هنتعامل معانا بس معانا اشي جاي. اتعاودك انها اتفهم انت الخطوة دي هتقسم الاموي. اللي هو يتبقى الملاطي ساهم. انا مش عايزة اعادة كل حاجة مع اول مرض. المرضى الجاي بان اصعب شوية لاني بس حاجة المرضى. نعم. لحد دقيقة مش عايزة. المرضى جايبة ايه اصعب من كله بقى. في عزق وفي كمان اشكال الملطقة عشان تبقى ايه? تطلصنا كل حاجة. هيطلع الحبل دا تمانية وعشرين طن. انا عاسب نفة او معانا. من هنا في البيض او القوة في الخوازين اهدف جدتين خمسة وعشرين. زي تمانية وعشرين مقسمة على عدد ست او ست الخوازين. هيطلع القوة في الخوازين اتنين واربعين واثنين من عشرة طن. طبعا لا تزين عن كامل. عن الجيء اللي هو اللي هي خمسة واربعين. دايما لما هيبقى كامل نورمال هتطلع عن المعدلة دي سي. لان الواحد واحد من عشرة اللي هو العشرة في المية الزيادة دي بتبقى تعليما اجل تقول ويتفاعي. يعني قصدي? لما يبقى في عزوم. بنسبة بيه هتطلع عن المعدلة دي انصية. والمعدلة بقى تتكمل. تعمل اللي هي معدلة الاسترس. بس طبعا هي لوضلت كده بشكل اقدر. وهنقول بس انا عاوضة في التانع ان في معدلة النورمال او لما هيبقى تحبن النورمال دايما المعدلة دي هتسيف معي. في المومت بنسبة بيه هتطلع عن زي. طب لو ضلعت عن زيب بنعمل ايه? نزوي العدد. نزوي العدد الخلزين بترجع تعمل خطوة تاني وبعدين تحسب الارية تاني وبعدين ترجع تعمل الخطوة تاني. ممام? وضا طبعا اللي بيتطول المسالة كتير. تقز معي. انا امنى فرده لنا فصول كبير. واضع عفوصر بالصول كبير. الخطوة اللي بعد كده بقى هي تشيكه في بانش. انك تشيك بقى على البانش الجدد. بالقوانين الاصلية للبانش. يعني دوب ايه. بتتاول البانش. هيساوي. حمل العمود. مقسومة على ايه بقى يا شباب. اتنين البعيد زائد الدين اللي هي البعض تسعين. زائد تمانين زائد الدين اللي هي البعض تسعين. في البعض البعض تسعين. القانون الاصلي اللي احنا كلنا اصلا كذبين. قبل ما نعمل تحسين للقانون. والبي قلم طبعا ببتلك خمسة وعشرين. وهتطلب. عشرة او ستلاتة. او عشرة او ستلاتة. القيمة دي المفروض ده تزيل عن كم بقى? تمانية. عن تمانية تيلو جرام عالسنطر بيتسوى ملتر. هتطلع معاكس من المفروض دي قوي. هتطلع معاك تلاتة وتمانية من عشرة. لا تزيل عن تمانية يبقى اذا الموضوع يا شباب زي. الخطرات دي مفيش منها مشكلة وفعلها جيدة. ده كذب معاكسة الخطرات اللي جاية. الخطرات اللي جاية يا شباب احنا هنشتجل عند البيل كام. الطريقة اللي بنشتجل بيها اللي اسمها البيل مسط بنشتجل عند البيل كام. هنا في اسمه اتنين. الاسمه اتنين ده يا شباب ده الاجهال الناتج من الانويت للبيل كام. تمام? الاسمه اتنين ده موجود على المساحة بالكافية. تمام? هكيدي شجرة عند السمتة هنا. هنا في احمال قدية بسبب الانويت. جاما في التين. تمام يا شباب? يعني اي الدين بالنسبالي هي عبارة عن النسلس بتاع الانويت اللي هو هيسمي جاما في التين. اللي هو بالنسبالي الدين ونص الواحد بالدين ونص طنة على المتر المضبع. احنا فرضين واحد متر. فرضين ان احنا نشغل استريب واحد متر. انا اولت كده. ضربنا جاما في تي بس. انا شجر على مساح. انا اقول لك الاسمه متوزع على المساح. موقت اك مفاصل على اللاين. تمام. اه. انا اطاع. انا اقول لك مفاصل على مساح. اه. تمام? زي ما كنا بسنسرم يا شباب او بنها اشتجر على كاميرا. هو الاول احمال هو حمل ايه? انه اتنين ما اقولش هجال عن مساحك دي كلام. اول الزس عندي او اول ايجاد عندي هو الانويت اللي فيها مشكلة? طيب. في عندي قوة اللي هي القوة اللي في الخوزين. قوة الخوزين دي. بالنسبالها هي ما مكانها فين? السلطة كل جزو. تمام? طب قمت رأدي ايه? اللي احنا بنسميها اي تلاتة اللي هي في كام? القوة الحقيقية في الخوزين اللي هي العمود بقى. العمود اللي هو حمله بتك خمسة وعشرين طن. هل هيوصل هنا? مدكس بتك خمسة وعشرين طن? قالت لا. دايما الاجهادات هتتنقل بميل واحد لواحد في الخلصة. تمام? فالاجهات بتاع العمود او الحمل بتاع العمود اصلي هيوصل لاجهات. بتوزع على المساحة دي. تمام يا شباب? بما ان البعض ده دي على اتنين لان احنا كل شجلنا بالددس طبعا. فده كله يبقى حتة دي كام? ددس على الاتنين. فهتلاقي المساحة اللي بتوزع عليها حمل العمود هي هي مساحة ايه? او المحيط بتاع مساحة البلش. اللي هو بي زي الدين في ايه زي الدين? تمام يا شباب? المساحة دي عليها السلس اسو? اي واحد. اي واحد ده هو السلس النادج من حمل ايه يا شباب? من حمل العمود. طب الاي واحد دي تتجاب ازاي? هو الحمل العمود اللي هو. الخمسة وعشرين. على ابعاد المساحة دي. طب البعض ده كامل. مش ده تمانية من عشرة? خمسة. وده اتبعه من عشرة. مهم. زي الدبس على الاتنين. ودبس على الاتنين. يعني زي الدبس كامل هيبقى واحد دول سبعة اتبعه. اللي هي تمانية من عشرة زي ده اتبعه وتسعين من مية. والبعض ده يطلع واحد دول تلاتة اتبعه. تمام يا شباب? ايها مشكلة? يبقى تقسم على واحد دول تسبعة اتبعه. واحد دول تلاتة اتبعه. هيطلع الكلام ده. من نفس. ستة وتسعين ونص. طنع على المنشط منع. يبقى تكز معايا بقى. لو انا دي قلت لك انت بقيت في المنطقة دي. فيه ايجادات هنا نفحة ايه? اي اتنين. تمام? طب لو انت بقيت الستة بتاع البعض على صور. اي تلاتة. عندك اي اتنين. واي تلاتة. كده كده. واي تلاتة طلع عليك بفوق كو. طب لو انت في المنطقة دي. اي واحد واي. اي واحد. واي اتنين. تمام? دايما خلي بالك ان اي واحد واي اتنين يعني لازم عشان تتحوله لعزم الذي تتحوله القوة الاول. انك تضرب في المساحة. انما الاف هو باير قوة على طول. اه 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 هو مبدأ الحركة السماء دي كده مضبوط. يعني دي جاي من هنا كده يعني بصين من هنا. يعني الاستهم الواحد ده مفدر هو تلك يعني ما كده تلاتة حوزيق مش واحد بس. السهم ده. والا بعض. ايوا تلاتة ولا بعض. ماشي? يبقى اتنين واربعين واتنين في تلاتة. انا بقول لك القوة الموجودة في كل خزوك ايه. شوف انا قطي كم نقطة? انا قطيك القوة اللي هنا بابا يمثلها وضعها. ام. ايه مش عارة اسمه هنا. انا هنا كتبتلك اتنين واربعيد? لا. انا بقول لك القوة في كل خزوك ايه? طيب لكتبوا بهم معنا شمال. البفضوك تعمل على الشيل الاول وبعدين تعمل دزاين اللي موجود. الاولا جاء اتبع حاجة لدزاين اللي موجود. لان الشيل هيطلع عصيف مية تلوية. يبقى اهمني بحاجة اللي اجيب من الحديد علشان هتدعمل الزاسم بتاعي. تمام? انت بتاخد قطاعية. طبعا تخلي بالك ان البايل كان شبه يعني الحديد بتبقى حديد ايه? صف. بس اقديم حديد باتجاه ايه? صف حديد باتجاه? واقع. يبقى انت بتاخد قطاعية. اول قطاع ايما بالمنزل داخل. واحد واحد. على وش العقل. تمام يا شباب? طب العزوم هتبقى جيالي منين. القطاع جاي كده. معلش شبابة انا اتصل يا فاديد مفروضي معينة بس مش هيفصل بالنزلات. انا اصل من القطاع على وش العقل. القوة جيالك منين? جيالك من حاجة او من تلات حاجات. كوبة البايل هيبقى كوبة في مساكل. تمام? زال الاسس اللي اسمه اي اتنين. تركزوا الاول لو عدين اطلب المساكل. والاسس اللي اسمه اي واحد. تركزوا الاول لو عدين اطلب المساكل. تعال بص على الكلام ده بقى هنا. الاسمه دي في الامتحان لازم تتزسل. واضحة جدا. بسكيل ممكن يبقى مش واحد لمية يعني اتقبل شوية. من او واحد لخمسين مسلا او واحد لخمسة وعشرين على حسب الابعاد اللي عندك. وهتبتدي تقس من على الاسم. يعني انت هنا روح بالقطاع. اشتجل من نحياد او نحياد. مين اصل? نحياد. نحياد. فيه عندك كم باية? اتنية. اتنية. يبقى اتنية. القوة في الخزوف الواحد كام? اهي تلاتة. اتنين من اتبعين والتنين من عشر اللي هي اهي تلاتة. في المسافة ما بين ستة للخزوف. وما بين وش او القضاع اللي عندك. اسمه اربعة من عشر. هتقول لي سهلة يا بشواني. اسمه انا عندي جده. المسافة دي كلها ضس القعب. وبعدين اطلح ارض العمور كلام صح. طب لو عندك العدد فردية تتعطي تحسبها شو ده اكون شوية. ما انت دسم بسكيف. ايس وخلاص. تمام? ايبقى انا عندي المسافة دي تقدر تحسبها. طلعت معالك الزرط. طلعة واحد وواحد من عشر. يبقى واحد واحد من عشر. ناقص. اللي اطلع اي اتنين. طبعا لازم يا بشارة سلبة لان عكس الانتجاب ده اي تلاتة. المساحة او الاسس اللي اسنه اي اتنين. بتركز على ايه يا شباب? على المساحة بالكامل. يعني البعد ده اتنين سبعين. وهتجيب البعد ده هيطلع واحد سبعين. يبقى قبل ما تجيب العزم ده اتكس القوة الاول. طب اي ناقص اي اتنين اللي انت معاكمتها مطزوبة في كامل. واحد سبعين. في متر سبعين. اللي هي المساحة دي. اللي عاوزك تعافو بالوقت انك لما تكون قطاع لازم الاسس اللي اتنين تتركزه الاول في المساحة. طب وصها العزم بتاعه. اللي هي واحد سبعين على اتنين. تمام? ناقص. الاسس اللي اسمه اي تلاتة. اقصد اي واحد. الاسس اللي اسمه اي واحد ده. متزاكد سمسحة ادي ايه? هي المسابة كام يا شباب? مش محتاجة اس. هي اطبعه بسينة على اتنين. اللي هي عشر. البعد ده. ايه سبعه المصطلات لها واحد سوعة من عشر. طب ما شواني ايه? زداء العزم يا ما شوان? مش انت بتحكز في المساحة بقت قوة. طب العزم. زداء العزم هي واحد سمع على اتنين. طيب اي واحد هتكيزها الاول. التركيز بتاع هيبقى ببعد كام في كام يا شباب. ده واحد اتبعه والتلاتين. صح? بالفع웠ه ده كام? ارب手 سعين على اتنين. فاسع من المية على اتنين. يمقى طب A في واحد اتبعه هو تلاتين. في اربعة تسعين من المية على التنين. طب بزعه العزم عندك كام? اربعة تسعين من المية على اربعة. الحيطة دي بقوله اربعة تسعين من المية على اتنين. اتنا قط lettuceها. اقد ايه. اتبعه. اطبعة تسعين من المية على اتنين. ليهر داتهم يا شباب بس انا مش هعدço كاما تها كان ستة سبعة عشر ق HAS sins. وقت في كانها ي البعض يع MANhele Ha. يبقى أنا اول حاجة على حوالك وكف طوا في الخوذيك وينتقو preguntas. تمام، هنا المساح و الاسس اللسمه اي اتنين تلكس في المساح الاول و بعدين ضلبت فصراع العزم. اي تلاتة تلكسك في المساح الاول وبعدين ضلبت فصراع العزم. تمام? من هنا هيطلع العسل ستة وثمانية وستين طن متر. زي الناحية. وانت ضايف هات اخذ معاك ده بشكل في حالي. لان الكتين اتنين مش هتبعوا تصيلها زي ما كنا بنشتغل السنية اللي فاته. ايه? هاتها بقى ابتو متر حالي. التمسأ يساوي. فيه واحد جزء. قاس ناخد الزليل. اخشي تحديك تلف كتب. اخشي تلف كتب? اخشي تلف كتب. لبنى عليا بس انه لا انت شاء لها معايا. انت لك تلف. البنسل المستانة ضعه بسعيد. ايه تلفة? ايه ايه تلفة? ايه طوفكوزين? الواقع دي. البعد دي هتنزل. مش انت عندك المساخ حقيقي اللي عليها اي وقت. اي وقت هتضبط في البعد ده. في البعد ده عشان تجيب المساخ. نزكز بعد. وبعدين هتزكزها يا هنف. يبقى الصعي العنف بتاحها. الابعة وكسعين المية. يساوي ايه? واحد جزء. المومنت تمانية وستين بعشرة قصة خمسة مقزوم على البي. ايه هي البي يا شباب? اه. البي هو عرض القضاع اللي انت واجده. القضاع اللي انت واجده ده. اضع في الخلاصانة مسافة قد ايه? اللي ايه يبقى سبعين بالصد. من ايه هتديب الواحد والبي بالك اتنين هتضبط على الف تحنمية وتلاتين. بعد كده هتديب الانية اس هيسامي على دي اتنين في الدين. المومنت بالنسبة لي تمانية وستين بعشرة قصة خمسة على الف تلتمية اتنين وتلاتين في الدمسة سبعة وتسعين. هيطلع الحديد الكلي تسعة وتلاتين او تقريبا اربعين سمت الحديد. الحديد طبعا يتخط ازاي يا شبابك? عمودي عالقطاع. يعني انت اواخد القطاع لقصي ان الحديد اللي هتصصه هيبقى قفل كده. محتاج تجيب الحديد اللي عالميته. عشان تقنه بالملكة. يعني ما تتكدعش في الاتبعين يمكن تكون اقل من ملكة. كما انت محتاج الاول قامل ما تقول لك الحديد قد ايه? تجيب الحديد على ايه يا شبابك? الحديد عنده سنطور. اللي هو هيجي ازاي? اتبعين على اتنين سبعين. هيطلع الحديد عندك? اتبعتاشر وتمانية من عشرة سمتة. الملموم في السياح ستة والملموم في القدس الستاشر. يعني الملموم ستة فاي ستتاشر وتماشر سمتة. تمام يا شباب? اه. الملموم دايما ستة فاي ستتاشر. يبقى انا هستجدم هنا الحديد تمانية فاي ستتاشر عن متر سمتة. تمام? ايه حاجة? تطلع ايه? لأ. لانجل. باش مهندس يقول طب ليه باش مهندس ما اشتغلناش شريحة واحد متز زي ما كنا بتشتغل بتاع لط فعل الطرق يفضل. لانك تشتغل على شريحة مفيش مشكلة. انما هادا قوة الضيب. ينفضل مع المساحة مفعلش تمام? والاي اتنيني القصلي الاي بادل. ينفضل مع المساحة ولاة ما ينفعش. هانت اللازم تاخد القطاع كله. تمام? افعاليا نشتغل على القطاع الاولاني او قصد القطاع التاني اللي هو امي بني اتنيني. نفعل نكمل هنا فشو انصره? نعم. نفعل نكمل هنا? نكمل؟ نكمل هنا نكمل هنا. لأ لانينا هنسوا لما عمل البود. هعمل ايه? هتشيل فضاع العزم اللي باللزة دايب نبود على. انا مش هلأكتب المود بتاعي? هنا? مع كده? لأ هنا عحسن. طيب. هنفض فضاع العزم يا شباب التاني على وش العبود في الاتبالة دفع. إيما ده فضاع اتنين اتنين. طبعا عشان ما حدش يسلني يعني كده هو كده وكده هو كده. معنا عشان في واحد ساعة اللي فاين. مش مستهل ده لأ ما اقصر حميلة كلمية. بالنسبة. في المومت هيدلايا الكلام و هنقول لك. هنا المرادة عندك تلاتة باية. مع. لو العدد كان فرضي? والله العصي المسيكشن الجاي هنقول عدد فرضي. لا اعلقة الخزوك او العمور بالعدد الكوازين. اه دي العدد فرضي ما سيدي. وقال دي العمور بالخزوك هنا. هتفضل القطاع كده صح? انا فاهم القطاع التاني. هنا هكون قوة في مسافة قوة في مسافة. كمام? لو فدت هنا مش مهندس كده. دول تلاتة بس ازاع العزم بتطفهم قليل. كمام? ودول اتنين بس ازاع العزم بتاعهم قد. فهتلاقيهم هيوزنوا بقى. اه موفي دي ما فيكت لفات بسيطة بس مش نفعل معا. لاني كده كده اصلا. يعني البيان عندك تبقى مسايدة. والحديد بيه بقى انت مزود فيه. لاني ما قداش اقول لك خلي وشو تبقيهم من كده جدولة. لاتكده معايا شباب. هنا المطاق دي عندي تلات خوازين. المسافة بينهم. او المسافة من ستة لالكوازين. يا شباب. المسافة ده بتقناها معاك تقليما نص. من ستة لالكوازين لحد وش العقل. او كمسة وكمسين من المية بالسلطة. يبقى اخ نص. ناقص. اللي استثلت له اي اتنين. هيطلط في مساحة كاملة? البعد ده كان كام يا شباب? كانت بقى عشرين. كمان? والبعد اللي هنا ده كده واحد وخمستاشر من مية. يبقى فاربعة عشرين. فواحد وخمستاشر من مية. فواحد وخمستاشر من مية على التين اللي هو الزاعي العزل. ناقص اي واحد ده اتكزها الاول. اللي يسحب كامل. البعد ده واحد بيت سبعة اتبعة. والبعد ده البعد بيت سعين من مية على التين. يبقى نقوم قايلين. واحد بيت سبعة اتبعها. فاتبعها بسعين من مية على الاتنين. طب فضاء العزم انتحك. شبه اللي باتت يا شباب الفضاء واسيف يعني. هتجيب من هنا العزم. هيطلع على البعاء والبعين قبل مية. هتجيب الكي واحد. ومنها هتجيب كي اتنين. وانت بتعوض هنا. جز كي واحد جز اف على مية. البيب كم يا شباب. ربعمية وعشرين. عرض الفضاء اللي انت قطع فيك. هيطلع الحديد في الاخر خمسة وعشرين سنتيمتر مرابي. لازم تجيب الحديد اللي عن جدسه الطولي هيطلع ستة سنتيمتر مرابي. ده ما اشتغل ده نصف. ستة سنتيمتر مرابي بعد هيقلم المليا. يبقى القديم يقسم النزلي كم يا شباب. لانت ستة في ستاشر عن متر الطولي باتناشر الفضاء. كمام? وضع الكامل في الوقت. طيب. بعد كده منفوض الخطوة تشك على البغض. اللي تشك على البوند يا شباب. ستاوا بوند. حتى معكم كتاب? سبعة وطمانية مكتوبة. ايوة ايوة ايوة. تمام. كيو بوند ستادلها ده الكود القديم. كود الجديد. امش ساعة نعين بسي. الكيو بوند انا سوم على سبعة وعشرين في المية. حيثوا الكيو بوند جايقيا يا شباب. الكيو بوند هو الشير عند يعني قطاع البوند هو هو قطاع الشير. ايوة هو قطاع العزم. بس من جيل زراع عزم. يعني ايه كلام لك? يعني انت عندك العزم كان بيساوي? اتنين اللي هو عزم الخوزين. ودي القوة في الخوزين. يبقى كده القوة. والمسافة دي هي ايه? زراع زراع العزم. ودي كده القوة. وبعدين زراع العزم. بقى يا كزا ده زراع العزم. صح? لو عبطت تفس المعدة بس شدت زراع العزم هنا وهنا وهنا. يبقى ده مش الموند. يبقى ده ايه يا شباب? كيو بوند اللي تعاوز تنسل. يبقى خطرة الموند اعملها على طوب ولاة خطرة الموند عشان تسايلها على نفسك. تمام? يبقى انا خلاص معي الكيو بوند. هيتمع معي بالاخكام. اتناشر. يبقى ده بوند للنسبان. اتناشر الف? اتناشر. بعشرة قصة تلاتة. مقصوبة على سبعة وكبين من مية. اربعة وتسعين. اربعة وتسعين. لو تصميشها يا شباب. تصميشها الزهب. هي المزاحة جانبية لحديد التسليح المستدل. القطاع ده انت مستدل في حديد تسليح حد ايه? تمانية? باي سبتاشر. يبقى تمانية. المزاحة الجانبية للسليح الواحد هي باي? في واحد وست. المحيط باي فالفار. تمام? في تمانية. بس الكلام ده كان لقى ايه يا شباب? المت. وانا بقول لك ان القطاع الموند البود ده هو هو القطاع الموند. اللي عرضه كام? يعني لازم الحديد يبقى للعرض التين سبعين. مش للمت. بقى لازم هنا تسجع تطلب. في التين سبعين. تمام? تاني يا بشوان. ما لازمش قبل جدا. تنسوك للبود ده التلاتة. وانا احضط لك هنا ست سيار. في المت. انا عام في الحديد بكل في القطاع. يبقى كامل? ستة في تلاتة تمنتشها السيار بس. جبت اللي ساحة الجانبية لللي على المت. وبعدين ده قط في البوعد علشان اجيب اللي على القطاع طب. خطاشت. يا بشواندس انت جاعد يا فضالي تقول. عمالي الخطبة اللي هوجود. ماشي ماشي. الخطبة دي فيهم. الخطبة دي مش مش حيلة بس. احنا بنقوم علي دي ان المومنت المكسم على وش العمود. المومنت المكسم على وش العمودية يا بشواندسة. تمام? لانها بالضبط شبه صوبة يا شباب. شبه بالضبط ان العمود هو هو الصبور والاحمال جياني كده يا بشواندسة. يعني. فالقطاع الكريف كانت بيبقى على وش العمود. سمعيني بس? انا الامي وجود تماسك. ما بيد الحديد والخلاصان. فين? اقصى ما كان ننا عاوز يبقى في تماسك فاقصى ما كان فيه عزب اللي هو الامي مكسم. فمعروب احور كل الامي معكسب الشيء عند المنطقة دي. متسالف ايه? اغضوا على سلام. قطا دي. لا الا ا من الا ا. الا ا من الاي التين ولا تباكة. اقول لك ايه. دي معناها يعني بلاللاقشاء ناسميه المشاركة المعرضي كمدموع اسمهم المسوعات. إن اقصى اقصى علمي عمشة كلهم هو بايد. اللي عصصة حسنا يشتغلوا مع بعض. فبعدين ابن الضيب العقدار فهيستغل مع بعض بيبتو عظم اخبر. حاجة خلط? حاجة مش بافة. عطبيعة يعني ايه معناه ايه? يا باش مهاندسة مواضيع اكتب اللي انا اقوله ليه. بص يا باش مهاندسة. ده انا عقوبة. اعتبر ان انت. وانا كل واحدة اقوله الصوت يا شباب. ايه فيها يا باش مهاندس? اعتبر ان انت يا باش مهاندسة عندك خمس رفوق. مش تلاتة. يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? اسمي بقى او الشيل للخوة دي. هتلاقي الشيل لو جيته ده خمتيه هتلاقي كل شوية الشي ده عادي نسلك لتاخد كده. الحد ما هنا هيطلعك لفوق. يعني لو ده خمسة 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 خمسة. يعني يقول له خمسة وعشر ده اكش. اقصى عزفة هيتكون فين على البطاعة داخل. هل هنا? لأ لان انا اقصى عزم. هيبقى هنا يا مش مهاندسة اهو. ده العبود هيبقى اقصى عزم هنا. مطاعة دي. كوة كذلك. مش معناها معناها انا اصبت الكازوين دول لوحدهم والكازوين دول لوحدهم ده انا من اجدد طبعا من على بش العبود. تلاسة. تلاسة باي مش طول اشتغل مع بعض. لا مش طول اشتغل مع بعض. مش طول الخذشة الجانب. انت لو عادلت تكسبي من نهياني. لو عايز تكسبي من نهياني دي هيتضع نفس الكلام. هيخصل نفس الكلام. دول بس دخل العبود. ما دي عطل بها اسرع. بان نقول اشتغل بالاسر. مش طابع هاتمامة. بس طيب. المفروض البند يا شباب لا يزيد. عن عشرة كيلو جلام على السنت المدابع. الضواجون دي لايه يزيد عن عشرة كيلو جلام على السنت متر مدابعي. على اقصر كما منصرح بياها هي عشرة كيلو جلام على السنت المدابعي. مش هنفوت تمانية مش هونتس? من قال انها تمانية. اوه. اصتي. طعم. اللي حكنا بنحسبو من شهوية. نجا بانش. تمام. بتطلع معي سلافة وقعها من عشرة يبقي لكسين. طب القطاع اللي هنا يا شباب هجيبه ازاي? بلده شيل زباع العزل شيل زباع العزل شيل زباع العزل يبقى القوة دي هي اقسمها على سبعة وكمانين من مية التفض بطبعة وتسعين طب التصميشن الو كم من مزادي. يبقى ستة وستة من عشرة خالفها عشرين عشان تجيه حديده اللي عبطا عبطا. مشكلة? اخر حاجة عشان نبقى خلصنا? نعم. الماكسيم في الاتجاهين. طب ما ده حديد ماكسيم الاتجاه وده حديد ماكسيم الاتجاه? ماكسيم مو متل لكل اتجاه. يا با شوهندس كلامك بيصحب حاجتين. اول سبب انت نطلع العزل هنا تمانية وسبتين. والعزل هنا اطبعة بالبعيد. يصطد ان الوكار جايتمعكوزي. في الاتقام كان ده اطبعة بالبعيد وده تمانية وسبتين. المعيين مش واحدة. ده على بعد التين سبعين وده على بعد اطبعة عشر. انت مش مشتاجة العزل على واحد متر عشان تقادر. يعني يا باش مهندس لو العزل ده بطلق منطلع العزل وسبعين. وده سمانية وسبتين. ممكن يكون ده اطبع. ممكن يفوت ده هو اللي اكبر بالده. لان ده على عرض كام? انما ده على عرض كام? اطبعة عشرين. مش فاهم بصة? انت ليس على. اللاول اشواني شباب. اه. بص يا اشواني. اللاول اشواني. وعايزه كامل عشرة. نوع عشرة. انت اطلبك بعشرة. برضو لو انت عاوز تقسبه الزبط اطفل جدارة لشكل الراحيدي. هتلاقي تلاتة الافي سي يو تيجيب كيبينة. بص يا بشواني في جس. لو انت عاتك في المنطقة دي استرس. اللي استرس ده عشرة. تمام? والبعد ده باتنين. العزم هنا كامل. العزم هنا مش مهندس. هيبقى عشرة. دكز وارد. دكز في اتنين. دكز في نص الزرع العزم اللي هو واحد. العزم اللي انت جايبه ده كان لشريحة كامل. لو انت بقى عزك. شريحة واحد متسة هاي. والاكس بتاعها. دي بقى بواحد ونص مش باتنين. العزم هنا فعلا هيتعقل من هنا. ليه? لاني برضو العزم ده لشريحة واحد متسة. وانت بالطالب شريحة الواحد متسة بعزم الشريحة واحد متسة. انما هلينفع تقولي لو البعد ده مسلا تلاتة. والاكس بتاعها واحد نصف. عزم العزم هنا تلقب? هيطلع اكبر من دك. بس ده الشريحة كامل? تلاتة متسة? لو عاوز تقالد هزر شريحة واحد متسة. عشان انت تجيب العزم عشان تقالد يزم يكون دي ايه دي تبسامك بالنسبات. حاجة تقالد بيها. اللي انت شجال على عرض معين. خلاص انا نستضاكشة ده شباب. خلاص انا نستضاكشة ده كل حاجة. خلاص شباب. عايزين نعمل الشيكوفشيل. الشيكوفشيل ممكن اصلا يجي قبل خطرة العزم. بس هو كده كده بيطلع سيف فممكن نأخره للآخر علشان نشتجل عن الحاجات اللي انا عمزة. قطاع الشيكوفشيل يا شباب. عشان تجيب القطاع بتاع الشيك تطلع من العمول. وتخذ مماس لأول صف خوازية قبل. تطلع من العمول وخذ مماس لأول صف من الخوازية قبل. لو ضلعت من العمول ومشيه? اول صف الخوازية هو فيه? هو ده. يبقى القطاع هنده. يبقى مماس لأول صف خوازية بعد العمول. فيها مشكلة? طيب. تعال بقى هادل. انت دسم بسكيل. يعني ايه دسم بسكيل يا بشواندس? يعني لو انا دسم ده بسكيل. هل القطاع ده قضع في المطاع اي واحد? لا. يبقى الاحمال اللي عندي هتبقى ايه بس? ايه تلاتة وكمان ايه اتنين. اللي هي موجودة عن مساحة الكلية. بمعنى ده. انا هتشتجل على القطاع ده. فيه كم قوة في الخوازية? اتنين. اتنين واربعين واتنين من عشر. ناقص. اي اتنين. طبعا انت بتجيب قوة دلوقت. اي اتنين عشان تدى الجزء هتضع في مساحة كم? ايه سي البعد ده? والبعد ده انا للدين سبعين. سميه ده يا سيدي انا. يبقى في الدين سبعين في ام. ام ده معنى اتيسه ما تشفوش كم. تمام? طب التاو بتاع الشير كم? التاو الشير هو كيوشير مقسومة على سبعة وكمان من مية البي في الدي. كيوشير انت لسه جايبة بس ما تنساش تضبط كم? معاشر او والسبعة وكمان من مية معاك. طب البي. التاوخي القطاع. عرض القطاع كامل? يبقى تنينه سبعة من عشرة بس السنطي يبقى تنينه سبعين. في الدينس اللي هو? قد بقى وتسعين. لاني الشير لما هيقصل هيقصل قطع على المستوى ده. اللي هو البعد ده في الدينس اللي فقه دي. يعني المعنى صح? هيقصل الشير على الدينس ده كده يا شباب. تمام? اللي هو في البعد ده اللي هو كامل شباب. عرض القطاع اللي انت واجه. هتاخد طباع يا بشوهندر مماس لأول صف خوازيه بعد العمور. تمام? احسن القوة. عندك الكوة بتاعي الخوازيه اللي اعلى والاي اتنين اللي اسف. الخوازيك خذوا بايه? في الكوة في الخوازين. اي اتنين محلق تركز هيبقى تجيب العبعاد دي لأه. تمام? طيب. كويس. المفروض بتاعي الشير. اللي هيزة عن كامل. هو المفروض من ستة لتمانية. الشير المفروض من ستة لتمانية. انا هشوف بس الدكتور تنبيل دي سوريا. ايه? ايه? اهو لاي زيد عن ستة لتمانية فانا قلت لاي ستة عن تمانية بطلع ستة. والقيمة اصلا بنزلع عليل اول. يعني اللي تشك هنا طلع تلاتة ونص تقديم. اقل ببتد اول من تمانية. تمام? طب القطاع التاني. تركزوا معي في القطاع التاني اول. ده العمور. هتشتجل على اول صف خوزيه بعد العمور. اللي هو القطاع ده. ممكن يبقى فيه معايا ايه. اتنين. لا تشتجل من اتنهياتي لمن اتنهياتي. في اتنهياتي اسهل عندك كم خذوق? يبقى ثلاثة واتنين واربعين واتنين من عشر. ناص. اي اتنين. مساك كزا فمسوحش في لها ايه? البوع مساحة دي كلها. قيس البعد ده وتضح في البعد ده. تمام? اللي هي بس هذا اللي بس انا سميها ايه? يبقى بقى عشرين. في ايه? في الايه اتنين. ناقص. على حسب ده اسمها بقى. هل بتقطعت المساحة اللي اسمها ايه واحد? لا. لازم تشتجل هي على المساحة دي. يبقى دوب ايه ناقص ايه واحد في المساحة دي. طب المساحة دي كان في كم? البعلي ده كان واحد وين سبعة دمعة والمسافة دي اسها بقى. تمام? وفي الاخر تلبسان. هتقوم ايه بالتاول الشير هيساوي يو شير اللي انت لسه جايبها عشرة رس تلاتة على سبعة وتمين المية. البيب بالنسبة لي بكامل مطادي? البيب على عرض القطاع اللي هو رمعمائة وعشرين. في الدمس اللي هو اربعة في الساعة. تمام? فانا هكتبت لحد الوقت. على فكرة. قطاعات الشير السنة اللي فاتت كانت جيد كده. الشير يوم مليون الف اكتابة. لانه على حسب الازين الجميع. بس ممكن تقول عاوي نتسبت حاجة. لما عادة اصح? ساعاتنا فيقول الاعدة كماسية. بتعادل في لدي الشير. بتعادل تعليه الشير يا شمان بس. يعني الاعدة في قطاع. تمام? ممكن الشير يحصل هدف. ليه? هتقول لي ده باية واحدة. بس البعد اللي بيقوم الشير في الاعدة دي يا شباب. كلي. تمام? وممكن يحصل هنا. لان هنا خزوطين ووالده العارض ده مش كبير. او ده? ده بالنسبة كده. ممكن واحد يقول لك لا. ده انا اشتغل على بعد دي زي الشالو فاونديشن. او دي على تيه? تمام? او دي الشالو فاونديشن كده على بعد دي. الشالو فاونديشن كده دي فاونديشن. الشالو فاونديشن كده الايجادات منتظمة. انما انت هنا عندك الايجادات الاحمال اللي جايلة بلت كزا في اماكن اللي هي الخوزين. امان? فالدكتور السناء دي بعد ما قال لك كزا مصدية قال لك اشتاج المماث لأول طبق الخوزين بعد العمل. اكد حاجة لزاسنة بقى عشان دي بخلصة. اوه. احضر اجيب عدد? اه. بساعة كاسر. بس الله. بس الله. بس الله. اه دكتور عدل موجود. شباب. اول حاجة اخذ البلال. البلال ده طبعا نسكين. واتوضع فيه. الكواديد طبعا نسكين شاء الله. هاتو شفلونا نتباين وشفلونا نتضبعات. عشان ممكن الكواديد تجاهلك مضبعات. تمام? طيب. التفتيح بين ازالك? كان الانتجاه ده. صور بقى يا شباب. الحديد اللي في الانتجاه ده كان تمانية فاي ستاشر عن متو الطولي. والحديد اللي في الانتجاه التاني كان ستة فاي ستاشر عن متو الطول. بعد كده تشتجل على قطاع. القطاع ده لان ما يمز من الكوازي? لان ما يمز? بالعمر. القطاع اللي انت عاوزي. يعني بس ما حدش يقول لنا اخد القطاع هين. كمان? لو عندك ابططاع يرد بالخوازين. يبقى انت كده هضعت في الخوازين. بمعنى اصح يبقى تسليح الخوازين. التسليح بتاني الخوازين. طبعا مش هيقى الطعم بس وتنزل بالكانات اللي في المنطقة دي. وكذا النحياتي. وكذا التالي. هو عم كده اشdamn في الباي الكبات دي او شح. لازم تعليل نص الباي الكام. وما تقلش عن ال اللي دي. اللي دي هي مية خمسة وعشنين. اه بزنط قصلي او اه خمسة وصفين الفاي ايوم واقف. الحديد هيبان عندك. انت قاعد في الاتجاه دايب. حديد ده هيبان بكم اشكله. اللي هو تمانية فاي سنتاشر عن متر سلطولي. والحديدين التانية هيباني يا شباب. هنا. هيبقى ستة فاي سنتاشر عن متر سلطولي. لو الصبك زاد عن سفتين او سبعين بنعمل ابنين فاي. اتناشر. نركزهم عايزة. انت مش محتاج تعمل الحديد عيدة. بس دايما الفاي الكاب عشان تزمن ان الاحمال تتنقد بانتزام على الخوازين. بتبقى محتاج تزام الوضيجيلي في فتاعة الباية الكاب. فعشان تزام الوضيجيلي في الناس كتير قوي. ويعملوا شباب التسليف علوية. بتبقى ستة اتناشر او سبع على اتناشر. تمام? لو ما عملوش كده على الاقل لازم بيعملوا ايه شباب? لازم نسيه يبقى كده بالواز. علشان العشاية اللي يو دا هينه فتعش. من قصدي. وبعد الاحيان بلا بيتعمل سعادة اشارة كده يا قصدي واحدة كده. واحدة كده. بس المفروض الصفح هو الشكل اللي يو كان. تمام? العمول انت ما اضعتش فيه في هيبان بالشكل ده كده. طب افضل انك كنت واجد استطاع هنا. الخزو هيمكن. لانك ما اضعتش فيه هيبقى بالمنزر ده. والعمول بقى هو اللي هتنسج التسليح بتاعه. بتعمل الكنان. نظر ايه الان الكنانات المفروض تنزل شوية تحت هنا تسليح تنفس بلا ايه. ما بيانش الحديد التسليح بتاع الخزو ولا اله. اه. بتنزل بقى الخزو ابيض واحدة نملاقة. لا لا اعمل كطع عبيض اللي اعموده بيني الخزو. انا بقول ما ينفرش اعمل هيدا اولاك كده عبيض كده. ممكن الزاكي بقى اللي يعمل كده. خلي بقى اضعفل الانتهي. انا بكطع عبيض. بتقولي بتعمل زي اللي جاي بشانطة وبيالك سلاحة. اطلع يا شباب.